السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في القناة بالنسبة لهذا الفيديو فهو موجود عندي في القناة ولكن ومشاء الله جاء بمشاهدة لي هي كتير كتير بزاف ما زال حد لأن كيتشاف والناس كيستفدوا منه ولكن المشكلة لي فيه أنه عديد من الإخوان والأخوات من الدول العربية الشقيقة كيكتبوا ليها في التعاليق ما كان فهموش اللجاة ما كان فهموش العمية ديالكم يعني ضروري هكا كتبي لنا بالفصحة أو لعودلين فيديو يعني بالعربية الفصحة باش نفهموه ولكن للأسف أنا ما كانت كلمش العربية الفصحة لكن في هذا الفيديو سأحاول ولو شرح الكلمتها بالنسبة لمقادير الإسم ديالها بالعربية الفصحة والطريقة سوف أحاول وأتمنى أن أتوفق إن شاء الله فبالنسبة للخميرة البلدية فالشرط الأول لكي تنجح معنا فهي لا نستعملها في أواني من البلاستيك نهائيا فهي نستعملها في أو لا نقوم بتحضيرها في أواني فخارية مثل هذا الطاجين أو لا زجاجية فالبلاستيك لا يصلح للخميرة البلدية سوف نحتاج أيضا لكمية من الماء عادي من الصنبور وسوف نحتاج أيضا إلى كمية من دقيق القمح الكامل بالنسبة للقمح نأخذ الحبوب القمح ونغسلها ونطحنها ونترك فيها النخلة أو الردة يعني لا ننخل هذا الطحين يبقى كامل نحتاج أيضا إلى ملعقة من الفول بالنسبة للفول يابس وإن لم تتوفروا على الفول فاستعملوا أيضا ثلاث طمرت أو طمرتين فهي تكفي بالغرض بالنسبة للفول فهو يغدي لنا تلك البكتيريا النفعة الموجودة بالخميرة ويسرع لنا من تخمير في إناء نضع كمية منها أضع كمية منها من دقيق وضيف عليها الماء للماء من الصنبور ماء عادي وأحرك بالنسبة للطريقة التي أعد بها الخميرة البلدية فأنا أعدها سائلة مثل عجينة البغرير أو لعجينة الكيك تبقى هذه الطريقة أنجح طريقة والحمد لله عديد من ناس جربوها وقموا بإعدادها فنجحت معهم وتبقى الخميرة البلدية شيء صحي وينصح به من طرف الأطباء يعني الدكتور ديالنا الدكتور محمد الفايد فينصح بالخميرة البلدية بشدة بالنسبة للمرأة الحامل أو للأطفال الصغار أو للشيوخ أو لفقر الدم أو لجميع جميع 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 الناس جميع الشرائح ممكن أن تتناول الخميرة البلدية بدون استثناء فالفرق أولى الاستثناء الذي يكون الناس الذين لا يستعملون القمح الكامل ممكن يحضرها بدقيق شفن أو الشعير سوف أتركها هنا مدة 24 ساعة في مكان دافئ إن كان الجو باردا فنغطيها بمنديل أو لا نتركها مدة 24 ساعة إن شاء الله حتى تبدأ تخمر مثل هذا بعد 24 ساعة يعني الخميرة ديالنا تصبح على هذا الشكل رائحة الخميرة البلدية التي تشبه رائحة الخل يعني موجودة فهذه هي المرحلة الأولى نقوم بخلطها ونزيل ذلك الفول نزيل حبات الفول الموجودة في الخليط أو لا إن كنا استعملنا التمر فنزيله التمر نقوم بإزال كل بإزالة كل حبيبة الفول وإزالة كل حبيب الأولى وأضيف كيميا نفس الكيميا من الدقيق هذه الكيميا التي أزلت من الفول أو لا حبات الفول أضيف كيميا تانية يعني قياس ملعقة صغيرة أو ملعقة صغيرة أو ملعقة صغيرة أو ملعقة من الدقيق وأضيفه أيضا هذه الكيمية من دقيق نفس الدقيق دقيق القمح الكامل سوف أضيفها على الخليط فالخميرة البلدية نعدها أو لا نقوم بتحضيرها على مرحلتين يعني الآن لازالت لم تكن صالحة الاستعمال أو لا الاستهلاك فنضيف الماء عادي من الصنبور دائما ونقوم بخلطها ونضيفه الكمية من الفول مثل المرحلة الأولى المرحلة الأولى تشبه المرحلة الثانية نتركها أيضا 24 ساعة ولكن سبحان الله عندما تمر 24 ساعة فنفتحها ورائحة الخميرة البلدية أو لا رائحة الخل تطلع منها أو لا تنبعث منها فقد تكون قد صالحة لاستهلاك بالنسبة لطريقة الاستعمال فعندما تصبح جاهزة نقوم بوضع كمية لا بأس بها من الخميرة البلدية يعني تقريبا كمية الخميرة تعادل كمية الدقيق كي نعجينا بها الخبز فالعجنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى حدود الخامسة فتستغرق وقت طويل ولكن كلما استمرنا في العجن وتغيير الخميرة البلدية وتغذيتها كلما أصبحت نشيطة البكتيريا المتوجدة في الخميرة تصبح نشيطة جدا وتصبح ولا تأخذ أو لا تستغرق وقت كثير كي تخمر لنا الخبز فتصبح تستغرق لنا مثلا في الأول نعجن بالليل ونطبخه أو لا نطهيه في الصباح ولكن بعد خمس عجنة أو لست عجنة تصبح تخمر لنا الخبز في ساعتين أو ساعة ونصف هنا خميرتنا أصبحت جاهزة والرائحة دي الخميرة يعني تنبعت منها كرائحة الخل ولكن في الخبز فهي تعطينا خبز بدون حموضة النسل الذين يقولون أنها الخبز حامض فهم لا يغدونها أو لا يغيرونها يوميا فهي ضروري أن نغيرها يوميا وتستعمل أيضا كبديل لجميع مثلا الأشياء التي نضع فيها الأجبان أو للطماطم المركزة أو للطماطم المعلبة فنعوضها بالخميرة البلدية يأتي المتاقية لها لذيذة جدا جدا وصحية تستعمل أيضا كقناع للوجه لبشرة الوجه يعني الخميرة البلدية الصالحة لعدة أشياء هنا أصبحت الخميرة جاهزة نزيل تلك حبيبة الفول أو للطمر إذا كنا وضعنا الطمر وتصبح خميرة البلدية جاهزة نعجل بها الخبز نستعملها في الحساء في عدة أشياء كما سبق وانذكرت أتمنى أن أكون قد وفقت في طريقة الشرح بالنسبة للطريقة التي نغدي بها الخميرة البلدية فعندما نستعمل هذه الكمية تبقى الجوانب التي يلسق فيها العجن أو للخميرة نتركها لا نغسلها نضيف عليها الماء والدقيق بنفس المرحلة التي قمنا بها في الأول يعني هذه هي الطريقة التي نغدي بها الخميرة البلدية وتبقى عندنا مدة طويلة لسنوات نعطي منها للناس للجيران ونغديها دائما موجودة عندنا في البيت أتمنى إن شاء الله نكون توفقت باش شرحت لكم شوية في هذا الفيديو الإخوان والأخوات العربيات أتمنى أن أكون يعني وفقت في الشرح لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك للفيديو إذا أعجبكم دمتم في رعاية الله وحفظي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر